استطاعت الطالبة جويرية خالد الصديقي من مدرسة العروبة الابتدائية للبنات ابتكار جهاز لتنقية الهواء في صفوف المدرسة ومرافقها المختلفة مساهمة منها في خدمة زميلة لها من ذوي الاحتياجات الخاصة التفاصيل في سياق التقرير التالي في مبادرة جمعت بين البعد الإنساني والإبداع العلمي ابتكرت الطالبة جويرية خالد الصديقي من مدرسة العروبة الابتدائية للبنات جهازا لتنقية الهواء في صفوف المدرسة ومرافقها المختلفة مراعاة لظروف زميلتها من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الطالبات التي يتأثرن سلبا بأي نسبة تلوث في الجو حيث تم تطبيق الابتكار بنجاح كمرحلة أولى في غرفة التمريض بالمدرسة وتقديرا لهذه المبادرة الطلابية زار سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم المدرسة حيث اطلع على الابتكار واستمع إلى شرح تفصيلي عنه من الطالبة المبتكرة التي أكدت أنها وضعت عدة تصورات لتنفيذ فكرتها على أرض الواقع بدعم من والديها ومدرستها إلى أن توصلت إلى المشروع في صورته النهائية وهو عبارة عن خزان ماء تضاف إليه كميات من مادة معقمة ويتم توصيله بعد ذلك بجهاز التكيف بالغرفة ليتولى تنقية الهواء من الملوثات في دقائق معدودة مشيدة بالدعم الفني الذي قدمته مدرسة الجابرية الثانوية الصناعية للبنين لتنفيذ هذا المشروع شعوري أن أنا أحب أني أساعد لآخرين في المدرسة وفي البيت في أي مكان أعجب شخص يحتاج المساعدة أحب أني أساعده مشروعي أنا اخترعته من الأشياء أول شي سويت شي بس مضبط معات فسويت شي ثاني شي هو عبارة عن خزان ماء مملؤ بالماء ومعاقم وذي المعاقم يبخلنا من المكية اقترحت في بولي فكرة وهي الفكرة أني أقعد أقتل بكتيريا اللي موجودة في الحجرة اليوميا تستعملها وقد استفادت المدرسة من المشروع لتقديمه ضمن فعاليات مدارس مملكة البحرين المنتسبة لمنظمة اليونسكو باعتبار محوري المنظمة لهذا العام هو التنمية المستدامة وتغير المناخ طبعا نحن عندنا لجان الموهبة تقريبا نحن في المدرسة عندنا 26 لجنة مواهب طلابية من خلال هذه المواهب دائما نحن نحب أن نرصد المواهب اللي مكنونة في الطالبات نستكشف الإبداعات اللي موجودة في الطالبات ومن خلال هذه المواهب اكتشفنا أن الطالبة جويرية كان لها مبادرة طيبة فإن هي تبتكر جهاز وجهاز خاص في غرفة التمريض حق الطالبة مريم فواز اللي تم تبديلها واستخدامها لها بشكل يومي في المدرسة من جانبه أعرب سعادة الوزير عن إعجابه بهذا الابتكار الطلابي المتميز في فكرته العلمية ودوافعه الإنسانية النبيلة مثنيا على جهود الطالبة وأسرتها ومدرستها مؤكدا اهتمام الوزارة الكبير والمتواصل بتشجيع الطلبة على الابتكار والإبداع والبحث العلمي من خلال أنشطة وفعاليات مركز رعاية الطلبة الموهوبين ومركز العلوم والبيئة مع السعي للحصول على براءة اختراع لأفضل الابتكارات الطلابية وكرم الوزير الطالبة المبتكرة وطالبة الاحتياجات الخاصة المستفيدة من الابتكار ترجمة نانسي قنقر